نظمت وزارة الدفاع إجازاً عن مجلس أبحاث التكولوجيا المتطورة وذراعه البحثية معهد الابتكار التكولوجي وعن المشاريع البحثية التي ينفذها من خلال مراكزه السبعة سعياً لتزويد قواتنا المسلحة بالقدرات الدفاعية النوعية ولدعم وتطوير قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في قاعة الإمارات بوزارة الدفاع حضر الإجاز سعادة مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع وكبار قادة وضباط وزارة الدفاع والقوات المسلحة ويأتي ذلك في إطار سعي وزارة الدفاع لتلبية المتطلبات العملياتية للقوات المسلحة ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال تقنيات المنظومات الدفاعية والأسلحة الحديثة وتماشياً مع استراتيجية الوزارة في دعم قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية والأنشطة البحثية الداعمة لهم ترجمة نانسي قنقر